اشتركوا في القناة 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 الكتب يعني ممكن تغطي حتى رواتب المعلمين يعني ممكن الكتب التي تباع تكون طبعتها شفاخرة جيدة يبيعها للولي الأمر او للطلاب تغطي حتى رواتب المدرسين يعني ممكن الطالب عندنا في المدرسة العالمية اشتري الكتاب بـ 1500 او 2000 ريال فمبلغ يعني ممكن كويس جدا ان يغطي رواتب المدرسين اقل ستة اشهر او سبعة اشهر الكتاب في المدرسة الجادية مثلا متواضع جدا يعني ويباع برمز جدا ويباع جدا سيئة للأسف الشديد فأتمنى ان الاخوة في انه يطبعوا كتاب ممتاز وكتاب فاخر حتى يعني ممكن يكون المطابع اللي هنا متوفر اكثر من البلد فيستفيدوا من ناحية الكتب بالنسبة للمواصلات يعني مثلا باسات اسعار رمزية جدا يعني ممكن حتى تأجر باسات ويتم نقل الطلبة يعني عندنا 1200 طالب في المدرسة الجادية توقع عدد كبير يعني يتوفر باسات حتى يكون حتى له يعني مثلا رسوم رمزية بحيث انه كذلك هذه السيارات وهذه الباسات توطي مصاريف المدرسة الجانب الثاني اللي هو جانب الاهتمام بالموارد البشرية التعليم بالنسبة للمدرسين وكذلك بالنسبة للطلاب المتخرجين من المدرسة لا يحصلون على منح دراسية المعلمين كذلك يحتاجون الى دورات يحتاجون الى تطوير الذين في المدرس مثلا في الملحقية الثقافية الفرنسية أو في الاليانس فرنسيز دورات يعني انا اخجل جدا عندما احضر ولا اجد يعني اي احد من الاخوة التشادين حاضر بهذه المؤتمرات أو بهذه الفرمسيون حتى يحضر ويطور من نفسه فاتمنى مشاركة الاخوة المدرسين في المدرسة التشادية هذه الدورات المجانية اللي هو الفرمسيون في الاليانس فرنسيز وفي السنتر الكولتوري الفرنسيز مجاني بشكل دوري النقطة الثانية الاهتمام والجانب الثقافي والجانب الفني ومن الذي يعكي صورة البلد عبر هذه المدرسة كل مدارسة سواء كانت المدرسة السينغالية سواء كانت المدرسة الاغينية والمدارس العالمية يشاركون في الفرانكو فوني اليوم الفرانكو فوني العالمي إلا المدرسة التشادية لماذا؟ لماذا؟ الكوادي الموجودة المسؤولين موجودين لماذا لا نشارك عالم التشاد لماذا لا يرفع؟ فقط مرة واحدة حورية شريشة الوطن أو حواسري ما شاركت بلوحات كانت جدا ممتازة وكانت جدا جميلة والسفير وعجب يعني كان يقول جدا غير معقول شاف العمل هذا يقول أين أنتم؟ وينكم من أولين؟ فأتمنى المشاركة والاستفادة من المدرسة بهذه المشاركة على ما أقول نجيب ناس من بره نفس الطلاب نفس المدرسين نفس الكوادر الموجودة في المدرسة تشارك وتنفتح على المدارس الأخرى المدرسة جدا مغلقة للأسف الشديد تجد الطالب للأسف يصل إلى مرحلة الثانوية لا يكاد يتحدث لغة فرنسية سليمة يجد الطالب يوصل إلى مرحلة متقدمة أو يكاد أن يتخرج من المرحلة الثانوية لا يجد أن يكتب رسالة صحيحة تخلو من أخطاء فأتمنى أن نشوف الجهة هذه ونطور المدرسة بكل الطرق المتاحة ويا إخوان نحن لابد أن المدرسة هذه لابد أن نقول للمغطي أخطات وأن نقول للشخص الذي أحسن أحسنت والشخص الذي يبذل لابد أن يكرم ولابد أن المسؤولين يقفوا ما شاء الله يساعدوا بأي طريقة كانت النقطة الثانية هي موضوع الإعلامي أو الجهة الإعلامية الجالة تشارية في الآون الأخير لدينا طفرة إعلامية لكن جهود غير ما في رابطة معينة أو ما في جهة معينة تربط هؤلاء الإعلاميين والإعلاميات بحيث أن يعملوا في خندق واحد فأتمنى أن يكون هناك جهة يعني تلوم هذه الجهات الإعلامية كلها طبعا الجهة الإعلامية الآن الفارضة في الساحة طبعا بوابة النهضة الجالية عبر صراحة هذه البوابة الرائعة الفريدة من نوعها ولن شرف أن نكون عضو فيها ونحن كذلك فأتمنى أن تستمر هذه البوابة وتدعم من قبل الدولة ومن قبل السفارة من قبل القنصلية وكذلك من قبل سلطات عن جميعنا في شاد تدعم هذه القناة الإعلامية التي تعكس الصورة الجميلة والمشرفة للوطن الجانب الآخر كذلك جانب دعم الكتاب والكاتبات والمبدعين في الجانب الشادي كثير من الناس حتى من غير الشاديين يعكسون صورة حسنة لشاد لكن ما في أحد يجيب خبرهم يعني فيه كاتب أو مخرج أمريكي اسمه بنتلي براون الرجل هذا عاش في شاد تقريبا أكثر من 15 سنة ويتحدث عن شاد بشكل إيجابي ويقول يا جماعة أنا عاشت في شاد ويتكلم عرب شاد وما في أحد من المسؤولين ولا ما أحد حتى يتواصل معه أو يكرم أقل شيء هذا الشكر والتقدير أنه بكون شخص أمريكي يعني دعم هذا البلد المعطى هذا النقاط بشكل عام أحبا نضيف بالنسبة لموضوع المعاهد في المدرسة أو غيره هناك معاهد لتعليم اللغة الفرنسية يعني تكلفتها عالية جدا يعني مثلا الطالب يدفع 2000-2500 بيتخرج الطالب بمستوى عالي جدا في اللغة الفرنسية وتملحه فرنسا وتملحه شهادة من فرنسا معتمدة ممكن أن الطالب هذا يعني بخلال هذه الشهادة يقدم في شهادة أو في أي دولة أوروبية معتمدة هذه الشهادات وكذلك الطالب مثلا عربوفون ممكن يستفيد من خلال هذه الشهادة اللي هي الدلف والدالف بخصوص اللي حاب مثلا يكمل تعليمه في أي دولة فرنكوفونية أخرى النقطة الثانية هناك يعني إضافة بسيطة جدا أتمنى أن الأخوة يستفيدوا منها في المادسة الشهادية اللي هو نادي إعداد القادة هذا النادي طبعا برنامج أمريكي إذا الطالب أو أي شخص يعني يستطيع أن يتقدم ويشارك في هذا البرنامج يخرج في نهاية البرنامج خطيب مفوه وقيادي من الدرجة الأولى هذا النادي يسموه نادي التوس ماسر الأستاذ رحمال الدودو من ضمنهم والأستاذ أحمد كذلك من المشاركين النقطة الأخيرة وقبيلة الأخيرة بالنسبة لجامعة الملك فيصل أتمنى أن يفتحوا كلية بالنسبة للدراسة عن بعد كلية الإعلام لأنه عندنا إعلامين كثير هنا في المملكة فإذا فتحت الكلية أنا أعلن صراحة منها الآن أرسل أوراقي وأنضم إلى الكلية بالنسبة لكلية الإعلام لأني من محبي الإعلام والإعلام ده يعني شغف 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 فعلي يعني فتوعدين إن شاء الله أستاذ إيمان أنه يكون تحت الدراسة فنحن عبر بوابة النهضة الشهادية نناشد دكتور بخيد والأخوة المسلوين في جامعة الملك فيصل أن يفتحوا في القريب العاجل كلية الإعلام وإن شاء الله جميع الأخوة الإعلامين سيشاركون النقطة الأخيرة سعادة السفير نتمنى منكم ومن المسؤولين في القنصلية ومن المسؤولين في الشاد كما أن بوابة النهضة قدمت لشاد أتمنى أنها تقوم بتغطية بتصريح مباشر من المسؤولين بالنسبة للحج يقدموا صورة رائعة جميلة يعكسوا فيها عن الثقافة الشادية وعن الحجاجة الشادين أتمنى أن نشاركوا في الحج السنة هذه شكرا لكم